اشتركوا في القناة عن تسريبات بمعطية جديدة عن مشروع قانون قيد الاعداد داخل ردهات بنك المغرب يجيز للبنوك تفويت القروض معلقة الاداء بذمة الزبائن الى اطراف ثالثة هذا ويتعلق الامر بخطوة غير مسبوقة فيما صار تنظيم سوق الديون المتعثرة بالمغرب قبل اطلاق مرتقب لسوق ثانوية لهذا النوع من الديون خلال السنة الجارية وفق تأكيدات مسؤول البنك المركزي واضافت نفس المصادر المطلعة بتنسيق بنك المغرب مع البنوك ومؤسسات التمويل بشكل مكثف طيلة الاشهر من اجل التفاهم حول مجموعة من النقاط الحساسة في مشروع القانون موضحة ان اهمها ارتبط بحماية المعطيات الشخصية للزبائن وصحات الصروط التعاقودية حول القروض بين البنوك والمقتردين وكذا قيمة العمولات ومستوى المخاطر في السوق الجديد للقروض معلقة الاداء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر